أخي أي من بعد ما كان قال كده كل شيء به كان ليه يرجع تاني ويقول وبغيره لم يكن شيء مما كان هل ده باب التوكيد أو له معنى آخر الشقين بتوع العبارة بيؤكدوا حقيقة واحدة أن المسيح هو الله وليس أحد الخلائق الله الخالق الوحيد لكل شيء وصف لكل شيء دي بيسموها وصف جامعة وبيجي بعدها يقول وبغيره لم يكن شيء مما كان بمعنى أنه تسمى وصف مانع لم تخلق أي خليقة أو أي شيء بواسطة آخر وإذا وصف مانع يقطع الطريق على أي فكرة أو نظرية مخالفة لهذا التعليم زي أصحاب نظريات التطور ونشؤ والارتقاء أخي يوسف عندي تعبيرين محتاجين نفهمهم في عدد أربعة بيقول كده والحياة كانت نور الناس وفي عدد خمسة بيقول كده والظلمة لم تدركوا ما معنى هذين التعبيرين أعتقد الآية أربعة اللي فيها بيقول والحياة كانت نور الناس بيقول لنا علاقة الكلمة بالناس يعني هو قال لنا علاقة الكلمة بالله في عدد واحد واثنين وبعدين قال لنا علاقة الكلمة بالخليقة هو الخالق لكل شيء لكل ما خلق دي علاقته بالخليقة ما علاقته بينا إحنا الناس يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس بمعنى أنه عندما نحصل على الحياة من الكلمة نودع وإلى الأبد حياة الظلمة ويمكننا أن نسير في النور التعبير الثاني والظلمة لم تدركه بشوف في الأصعدة ثلاثية بسميها ثلاثية الرفض الظلمة لم تدركه في الآية دي هيجي بعد شوية يقول لنا العالم لم يعرفه وحيجي بعدها يقول لنا وخاصته لم تقبله يبقى الظلمة لم تدركه العالم لم يعرفه خاصته لم تقبله خلينا نركز فيه الظلمة لم تدركه كانت الظلمة البشرية كثيفة جدا احنا عارفين ان الظلمة مجرد ما تولع اللمبة الظلمة تطرد لان الظلمة هي غياب النور لكن هذه الظلمة الروحية ما كانتش غياب النور بحيث لما جي النور طردت الظلمة لكن كانت الكراهية والعداوة للنور احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شررية عشان كده يقول الظلمة لم تدرك هذا النور جاء النور لكن فضلت الظلمة على حالها لانها ابغضت النور